الملك المفدى وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجرى خلال لقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد من التنمية والتطور في مملكة البحرين وأعرب جلالة الملك المفدى أيده الله عن اعتزازه بالجهود الوطنية المخلصة والمقدرة التي يبدلها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس ميلس الوزراء خدمة لوطنه في كافة المجلات مشيدا جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالمشاركات المتميزة لفرق البحرين الرياضية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها اليابان مضيفا رعاه الله أن حرص جميع الرياضيين والإداريين على تحقيق أفضل النتائج بعزيمة صادقة وما بذلوه بكل كفاءة وروح معنوية عالية ليعكسوا إصرارهم على تمثيل وطنهم على أكمل وجه بين دول العالم متمنيا لهم أيده الله التوفيق والنجاح في مشاركاتهم الرياضية المختلفة في كافة البطولات الدولية والإقليمية القادمة مشيدا جلالته رعاه الله بالتنظيم المتقن والجهود المميزة التي بذلتها اليابان الصديقة لإنجاح هذه البطولة الدولية كما أعرب جلالة العاهل المفدى عن تقديره للعطاء المتواصل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية في مختلف مجالات المسيرة الوطنية وبما تحققه من إنجازات رائدة تهدف لإعلاء راية الوطن في كافة المحافل على المستوى الإقليمي والعالمي واستعرض جلالة الملك المفدى حفظه الله برعاه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واهتمام وتطلع مملكة البحرين لاستقرار الأوضاع الداخلية في أفغانستان بمشاركة كافة الأطراف ودعم الجهود الإغاثية في أفغانستان مع الشركاء الدوليين من منطلق حرص مملكة البحرين الدائم على ترسيخ التضامن الإنساني كنموذج حضاري يحتذى على مستوى العالم مستوى العالم